لمعرفة المزيد حول السياحة في عموم المملكة يلتحق بنا في الستوديو المرشد السياحي هادي الفيفي أستاذ هادي هلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار مساء الخير مساء النور أخوي حسان ويعطيك العافية أنت جميع الزملاء وشكرا لكم على هل استضافة أهلا وسهلا يعني بداية نريد تقييمك كمرشد سياحي للنشاط السياحي في المملكة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الآن النشاط السياحي في قمته أعتقد بالنسبة لمثل هذا الموسم وفي هذه الفترة التي يعتبر العالم فيها شبه مقفل الآن نحن الوجهة السياحية الآمنة بما اتخذته الحكومة من تدابير لاحتواء هذه الجائحة وأصبحنا البلد الآمن صحيا وأمنيا لاستقبال الزوار والسياح لإكتشاف موروثات هذه البلاد الكبيرة والله الحمد طيب ما أهم ما يبحث عنه السائح هذا اليوم في هذا الوقت خصوصا من السنة؟ طبعا يعتبر موسم الشتاء هو أحد المواسم التي تغطي غالبية مناطق المملكة بحيث أن السائح يستطيع التجول في جميع أرجاء المملكة في هذا الجو المناسب لكل المناطق يبحث عن البرامج عن الفعاليات عن التاريخ عن الثقافة عن الآثار كلها يجدها في مثل هذا الوقت المناسب من السنة أيضا رافد آخر هو التكامل مع الجهات المنظمة الأخرى كهيئة الترفيه ووزارة الثقافة بما تضفيه لنا من فعاليات وأنشطة تكون وجهة أساسية لأي زائر أو سائح لبعض المناطق طيب كيف تقيم حجم الرضا عن الخدمات المقدمة في المناطق لخدمة السائحين والقادمين إلى هذه الوجهات؟ حقيقة حجم الرضا أستطيع أن أكون متفائل وأقول أنه في ازدياد مطلق لم نصل إلى الحد المطلق من رضا السائح ولكن نحن بكل أمانة ومن خلال ميدان نبهر العالم بما نوازي به مصاف الدول الأخرى في الخدمات السياحية نحن الآن أمام السائح الأجنبي أتحدث معك في وقت قصير جدا استطعنا أن نلبي احتياجات السائح من البرامج البحرية في رحلات الكروز وفي التناغم مع متطلباتهم باللغات المتعددة سواء الآسيوية أو الأوروبية منها بحيث أصبح السائح يجد كل مبتغى وبرضا شبه تام عن الخدمات المقدمة يحتاج قليلا من إذا صح التعبير الخدمات الإضافية كالنقل كالتواصل بين المناطق نحن نتكلم عن قارة كبيرة في المملكة العربية السعودية نحتاج إلى مشغلين خطوط طيران أو نقل بين المدن أيضا زيادة الرحلات البحرية فيما يتعلق بالنقل إلى الجزر وكثير من الخدمات والآن تسير في هذا الإطار بإذن الله يعني من الملاحظة والمعروف كذلك أن الرياض هي التي تحتضن الموسم الأكبر للسياحة حاليا والترفيه ولكن ماذا عن المناطق الأخرى في الجنوب في الشمال وغيرها كذلك كيف تقيم الفعاليات في خلال هذا الوقت تحديدا من السنة التي تتحسن فيه الأجواء وربما تحتدل في المدن الساحلية أكثر نحن الآن نعتقد في سباق بين كافة مناطق المملكة في استقطاب أكبر عدد من الزوار والسائحين ليس الرياض فقط الآن المنطقة الجنوبية جازان بطبيعاتها وتنوعها الجغرافي سواء البحري أو الجبلي أو السهل أيضا المنطقة الشرقية من خلال الأحساء ومقوماتها كذلك المنطقة الوسطى الشمالية فيما يتعلق بحائل وتاريخها وأيضا العلا نحن الآن نغطي كافة مناطق المملكة وبهذا التنوع نسيطر على كافة رغبات السائح والزائر للمملكة في هذا الوقت ماذا يريد السائح والزائر خلال زيارته لأي منطقة ومدينة في المملكة من خدمات؟ الخدمات التي يبحث عنها بشكل أساسي هي نتحدث عن الإيواء وعن النقل يبحث عن تنافسية الأسعار في هذه الخدمات لجذبه بشكل دائم يحتاج إلى إشراكه في الحياة الثقافية والمجتمعية في المناطق يرغب تجربة الأطباق المحلية بالتعرف على ثقافة المملكة العربية السعودية نحن الآن نتكلم عن دولة تملك ما لا يقل عن 14 عنصر في منظمة اليونسكو نتحدث عن التراث المادي والغير المادي يبحث السائح عن التعرف على ثقافة المملكة سواء من خلال القهوة أو المجلس أو العرض السعودية أو البن كذلك مداء صالح الحجر جدة تاريخية حيط ريف الدرعية كل هذه مقومات يبحث عنها السائح ويجدها بإذن الله قابلة وجاهزة لاستقباله بكل مقوماتها واستعداداتها ما هو دور المرشد السياحي الذي يتواجد في أي مدينة من مدن المملكة في التعريف بمدينة التي يسكن فيها وآثارها وما تحويه من كنوز يعتبر المرشد السياحي هو السفير الحقيقي للبلد وليتراثها وثقافتها دعني أبدأ معك هنا من تصريح الدكتور فواز الدهاس قبل أمس مدير المركز التاريخي بمكة المكرمة في مجال قرار دارة الملك عبد العزيز بعدم السماح للحديث عن تاريخ مكة وتراثها وثقافتها بغير موثوقية مطلقة وبالتالي يجب الرجوع إلى المصادر الحقيقية المحققة على سبيل المثال نحن الآن بحاجة إلى مرشد يكون لديها المعلومة الصحيحة والصادقة والموثقة والمثبتة من قبل الجهات المختصة في هذا الشأن على سبيل المثال فهنا يأتي دور المرشد بتقديم البلد وكنوزه ومحتوياته بالطريقة السليمة والصحيحة لأي سائح ما الذي تطمح له كمرشد سياحي فيما يخص الإرشاد السياحي في المملكة؟ حقيقة الطموح الحقيقي هو أن نكون عند حسن ظن عملائنا وبلدنا في تقديم الصورة الحقيقية والمشرفة عن هذا البلد لاحتواء جميع زوار وتلبية رغباتهم من خلال ما توجهوا إلينا به من طلبات في استحابهم إلى هذه المواقع وهذه المراكز في المملكة العربية السعودية رسالة أخيرة تقدمها للسائحين وكذلك مقدمي الخدمات في عموم المملكة للسائحين رسالتنا هي رسالة البلد بشكل عام أهلا بالعالم السعودية على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع زوارها بصدر مفتوح ومحتوى لا محدود من التراث والثقافة والحضارة التي ندعو الجميع للحضور وتعرف عليها من خلال هذه المقومات الرئيسية